افتتحت في قاعة كاتدرائية البشارة بعمان دورة جديدة للمقبلين على الزواج بمشاركة ما يزيد على 130 شابا وشابة من الخطاب وستكون على مدار ثلاثة أشهر بواقع ثلاث محاضرات شهرية وفي بداية اللقاء وجه الإرشمندريت خريستوفورس حداد الخطاب قائلا من المهم دوام قرب العروسين من الكنيسة ومن المناولة والمحبة الحقيقية بين الأزواج وأهمية مطالعة الكتاب المقدس وكل شريك سيسأل عن تقديس شريكه فأساس الزواج هو المحبة كمحبة ربنا يسوع إذ أن رسالة الزواج هي في الطاعة والمحبة لدينا يكملان بعضهما بعضا كما تم التأكيد والتركيز على دور الأسرة الأم ودور العائلة المحيطة بهما على إنجاح أو فشل العلاقة أو الأسرة الجديدة